السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا الحلقة الأولى في شهر جوش اليوم سنتكلموا على عدة مواضيع التي صارتها فيها استفادة كبيرة أما فيما يتعلق بالجالية المغربية سنتكلموا على خبر المقتل مواطن مغربي لهذه يومين الزوجة دياله دارت الدينوشة بالاختفاء دياله غير قوي إخوان مقتول بقرطاسة في الراس سنتكلموا كذلك إخوان على ميلانو أب يتخلى على الراضيع يعني يتخلى على ولده هو في أشهر الأولى من الحياة أمام واحد البابي إخوان حط واحد سلة داره في المانطة وحط معاه رسالة باللغة العربية سنتكلموا كذلك إخوان على الإجازة الأبوية شهر الثاني مخلص بنسبة 80% إلى جورنطة ديالك أنت كتجي في 100 أورو مثلا الدولة ستعطيك 80% إلى بقيتي من أجل أبناء ديالك وغذين تكلموا على القادية اللي حالي يتكلم عليها المواقع ديال التواصل الاجتماعي كامل هاد العشية ديال المواطن إيطالي للشركة ديال وجرت عليه لأنه خذت التيام وقاتلي ما كنتش كتهتم بالبنت ديالك إلا أنه القادي ديال مدينة بيروتجا غاي يعطيه الحق وغايحكم على الشركة باش أنها تخلص ليه 28 شهرية غنتكلموا كذلك إخوان غنتكلموا كذلك إخوان على كيفاش عصابة إجرامية قطاع الطرق محترفين قدروا أنهم يسرقوا وربعة المليار في سردينيا الجزيرة الإيطالية رطبية حل هاد الناس إخوان راه وقفوا هذوك السيارات ديال نقل الأموال غنوريكم الصور وغذيتشوفوا إخوان الطريقة بالتفصيل أشنو دارو غنتكلموا كذلك على نائب وزير الاقتصاد اللي تكلم على أنه التهرب الضريبي بحاله بحل الإرهاب الناس اللي كتهرب من الضريبة خسنا نولي ونتبعوها عبر المواقع التواصل الاجتماعي ميمكنش إيطاليين كيعيشوا الحياة ديال الرفاهية في مواقع التواصل الاجتماعي وكيدكلاروا ب 15 ألف أورو أو أنهما كيدكلاروا وشك ياخدوا دخل المواطنة غنقول لكم التفاصيل على هاد القادية كيفما أنه غنشون تكلموا يا إخوان على مصادر قطرية وبالتحديد ناطق الرسمي بوزارة الخارجية اللي كيتكلم على أنه إسرائيل كانت عندي إخوان رد إيجابي فيما يتعلق باتفاق حول وقف إطلاق النار في القطاع ديالغزة وهذه أول مرة يا إخوان غد جيشي خبار من هاد النوع الله يجيشي شوية الخير غنشوفوا الجديد وغد نتكلموا على عدة أخبار أخرى اللي عندها علاقة بالجالية المغربية وكيفما العادة كنبغير نشكركم جزيلا شكرا للدعم ديالكم للقناة والناس اللي ما مشتاركاش الشاركوا بشقوا توصلوا بالجديد إن شاء الله فهذا الفقر يا إخوان غد نطرقوا الأخبار كثيرة وعديدة حول الجالية المغربية لكن الخبر الأول ما معروفاش إخوان الهوية ديال الأب واش هو يا عاربي مغربي أو عاربي من جنسية أخرى لكن هو أنه اليوم يا إخوان في العشية اليوم الخميس مع هذيك الخمسة ديال العشية فهدري إخوان وأمام الباب ديالها وحد السيد لي هو يا أب غيجي حطوا حد السلة في هوليد لي الله تزاد عنده أشهر قليلة ديره في واحد المانطة وحطه في ديك السلة وحط معها يا إخوان وحد الورقة مكتوبة باللغة العربية مكتوبة لأنه أنا ركن سكون قريب من هنا هذا الطفل راه الأم دياله توفات أثناء الولادة وأنا يا ما قادرش أنني نهتم به ولذلك حطوا لهذا الناس يا إخوان ومشا اللي غيكتشف هاد شي إخوان بحكم أنه هاد بابلاتسو ساكن فيه بزفية المهاجرين هو واحد مواطن مصري الاسم دياله جمال وعنده 53 سنة اللي غيعيطي إخوان الإسعاف وغيعيط البوليس غيهزو ذك الطفل وغيديهي إخوان إلى المسحة إلى المستشفى باش يشوفوا الحالة الصحية دياله الله يدير شي شاوي ديال الخير بطبيعة الحال لوحد يقول لك يسمح في كل شي حتى الكبدة دياله ما يسمحش فيها ولكن هنا يحنا ماشي باش نعطيه أحكام الله يحسن لعوان كله عالم بيعير الله إخوان يعني الواحد من الأحسن ما يعطيش أحكام يعير هذي تقاربني إخوان تاني 15 يوم في البروفينشة ديال طورينو بلدية صغيرة على الأبواب ديال طورينو هات السيد اللي كتشوفوا معاي في الصورة إحدى الطارو ديال الزبري إخوان كتما غذي تشوفوا معاي هنايا في الأرض غذي يلقوي إخوان وحد طفل اللي تهوي صغير عنده أشهر قليلة يلقوي إخوان لحم دياله بدي زراك بكثرة مكان للبرد هو بطبيعة حال وقيت اللي عاية الإسعاف جاء ووزوه دول السبيطار لحالة الصحية دياله تحسنات وهو تيقول وحد صحيفة من بعض قال لي مكون أنا القانون كيسمح لي أنا ننتبناه ما كتش غلي نخليه أصلا ديال السبيطار كان غايب شي سبيطاري يأخذ العلاجات ورجعوا لمنزل دياله إلا أنه يخوان في إيطاليا العملية ديال التبني صعيبة وصعيبة بزاف المهم الله يدير شي شاو ديال الخير فخبر آخر يخوان اللي غذي نطرقوا ليه واللي كي جينا من كاستيل سان جورجو اللي كينا يخوان في جنوب إيطاليا وبالتحديد في البروفينشا ديال ساليرنو اليوم يخوان رجال الشرطة كي نفضوا واحد الأمر ديال اعتقال مواطن إيطالي هاد المواطن الإيطالي التهمة التي توجهت ليه هو إخوان الحمل الغير قانوني ديال السلاح ما عندوش عليها الرخصة وكذلك الاستعمال ديالو مع سبق إصرار والترصد باش يقتليه إخوان مواطن مغربي هاد المواطن المغربي يومين هذي بالتحديد نهار 30 في شهر واحد الزوجة ديالو دارت الدينونشا بالاختفاء ديالو لأنه مبقاش بين عليها 24 ساعة ومبقاش كيجو في التليفون تخلعت عليه دارت الدينونشا والغد له إخوان يعني كنتكلموا على البارح 31 في شهر واحد غير قوه البوليسي إخوان جثة هامدة يعني السيد الله يرحمه إخوان تعازينا لهذه الزوجة بطبيع الحال غير جيو الإسعاف غير جيو الفرقة ديال الشرطة العلمية وعلى حسابي إخوان داك الشريخ دات من مصرح الجريمة قدرات أنها تتوصل وفي وقت قياسي يعني ديجاف الليل البارح مشوش الدوي إخوان الإيطالي اللي قتله الله يدري الشيو ديال الخير في حين أنه غادي نتكلموا يا إخوان عن مواطن مغربي آخر وهذا يا إخوان توفى يوم الخميس نهار الخميس في العشية غادي تضربوا يا إخوان فارقونيت وغادي تهرب هو يكن راكب على هذا البيكالا اللي كتشوفه سيد لي هو مواطن مغربي عنده 67 سنة الاسم دياله كان محمد شاهيد كن بغيو نعزي العائلة دياله الله يصبرهم والله يرحم هات السيد سيد لي كان ساكن ببحده هادك النهاري إخوان في حدود الساعة الثالثة والنص بعد الزوال غادي راجع لمنزيل دياله على البيكالا غادي تضربوا فارقونيت وغادي تهرب سيد ما توقفش الناس لدي هات السمن تمه وبال لها المواطن المغربي والبيكالا دياله مليو حفاهات الساقية عيطاتي إخوان الإسعاف لو قيت اللي جاء الإسعاف مالقا ما يدير غير أنه يسجل الوفاة دياله ومن تمي إخوان ورجال شرطتي يقلبوا على هاد فارقونيت اللي على حسب شهادة ديال الناس كان اللون ديالها أبيض المهم كانوا قراب منه بزاف بحكم أنه الكاميرات الواحد بلا ما يهرب كنقولوها دائما كانوا غاو يوصلوا لي في ساعات قليلة ولكن هو هادكوان غايعيط وغايسلم راسو وغايقول بلا أنه كنت مصدوم داك الشيالة شهربت السيد اللي ضربوه عنده هادكوان سسسو سبعين سانة من بلدية سيرناليا هادش يوقع في شمال إيطاليا في المناطق ديال تريفيزو وطبيط حال تابعوهي إخوان بلوميسيوني ديسو كورسو معطاش الإغاثة للسيد المواطن المغربي اللي توفى وكذلك القتل الطرقي وطبيط الحال فهاد الحالة تقدروا تتخيلوا معايا العقوبة السجنية البارح راتكلمني على شاب إيطالي يوتيوبر اللي كان كيفيلمي في فيديو خاصو يبشي وصل المدينة بخمسين هو كان غادي بمية وعشرين ودارك سيدة خيبة بزاف وقتل طفل اللي عنده خمس سنين ما زال الحياة قدامه ورزال آباء دياله فيه وفي الأخر حكم عليه القادي بربع سنين وربع شهر ديال السجن ما غايدوش فيها نهار في الحبس غايدين الأعمال الجمعوية يعني باش تعارفوا يا إخوان وخاص سياسة كلمات على أنه القانون خاصو يتغير واليوم ما تكلم كذلك الوزير ديال العدل اللي هو يا قادي سابق وقال بلا أنه خاصنا نعطيولي المواطنين ميساج واضح وأنه اللي دار شي حاجة رخصو يستهل العقوبة يعني ما ندوزوش الفكرة ديال أنه تقدر تقتل عن طريق السيارة وما تدووش نهار ديال الحبس ولكن هاتشيلي كيدوزي إخوان طاليا هاتشيلي ولو كيديرو يعني ولات الفكرة اللي سائدة دير ليدرتي ما غايت بشيش الحبس في حين أنا وهمش نتكلمو يا إخوان على خبر آخر يتعلق إخوان بالعنصرية اللي سعرضت لها شابة مغربية طباخة عندها 24 سنة خدمي إخوان في هذه البيتسيرية اللي اسميتها سيامو فريتي كيناي إخوان في الشمال ديال إيطاليا بالتحديد كينا في مدينة بورغو مانيرو اللي كينا في البروفينشا ديال نوفارا المهم غايدخلوا جوجي جيت الناسي إخوان باش يشريوا واحد البيتزا سيدا والزوج ديالها اللي دخلوا مني غايكتشف بلا أنه الطباخة ديري إخوان الحجاب الزوجة غادي تأخذ قرار وغادي تقول لك أنت غادي بتي أنا مبقا شغل نأخذ هاد البيتزا وغادي تنصارف وتخرجي إخوان من المحل التجاري في حين أنه الزوج ديالها بقا وقف كيتسني إخوان في ذلك البيتزا توجد لي بطبيعة الحال هاد الناس كانوا بغان يشريوا ببيتزا ويديوها وهاد شي إخوان وقاع كيف ما قلت لكم عرهاد الأيام الماضية نهر السبت 27 في شهر واحد الشيء اللي خلموا البيتزا يكتب هاد شي إخوان في الفيسبوك عيطوا لي الصحف وتكلموا عليه وكتبوا المقال وقدرت اليوم أنني أعطيكم الخبر كنت ضامنوا يا إخوان كل تضامن مع هاد الشابة لا يصبرها وصراحة رحك نقولها دائما وغا نقولها تفل في الفيديوهاتي إخوان رح صراحة تبارك الله لن يسأل لديري الزيف في إيطاليا لأنه صراحة ماشي سهل لأنه وحد سيدة لديري الزيف ركأنه ديري وحد تيكيت على رأسها كتكسب أنا مسلمة يعني معرضي يا إخوان رأسها لنظارات ديال الحاقيدين تعليقات ديال العنصريين وكذلك أفعال من هاد النوع يعني السيدة اللي كيرتا ديو الزيف رأسها راحة وحد تحية كبيرة مني ليهم فهذا الفقرة يا إخوان غدين تكلموا على وحد السارقة اللي وقعت في الضواحي ديال مدينة ساساري واللي كتكلم عليها إيطاليا في الساعات الأخيرة بحكم أنه هاد اليومين للأخرة قطاع الطرق غايت لقاوي إخوان لهذوك السيارات أو لهذوك الفارغونيطات اللي كي نقلوا الأموال طيب يتحل غايت سرقوا يا إخوان وحد كمية ديال الفلوس اللي على حساب الأرقام الأولى كي تكلموا على وحد ربعات لمليون ديال الأورو يعني كسر من ربعات المليار المغربية وكان بإمكانهم أنهم يشفروا جوشة المليار أخرى ولكن حيث البوليس كانوا غايت يوصلوا واحد أعطاء الأوامر باش أنهم يخويوا المكان وفعلا هربوا المهم هاد الناس كيفما كيكسبيه إخوان الكوريار ديال السيارة هذو مصور أخرى إخوان ديال فلوس طيحة في الأرض كانوا ناس ليهي محترفة للسارقة ناس ليوجدت لهذا العملية منذ أسابيع وكيفما تيقولون الخبارة اللي دار هذه العملية الإجرامية عنده خبرة عسكرية ما يمكنش أنه يكون مجرم عادي بطبيعة حال قبل ما يديروا هاد العملية ديال السارقة كانوا ضيجي إخوان جربوا يعني يمشوا العين لما كان جربوا السارقة جربوا كيفاش أنهم يسرقوا جربوا كيفاش أنهم يسدوا الطريق لأنه الأشياء اللي داروا وقفوا أول الناس اللي كانت غضا في الطريق كيحبسوها وكيبلاسوا الطموبيلات ديالهم كينزلوا إخوان البنوات وكينزلوا كذلك البالات ديال تبن كيشعلوا فيهم العافية كيشعلوا العافية في الطموبيلات باش يسدوا إخوان الطريق والوقيت اللي كتدوز ديال بورتافالوري كيسدوا عليه إخوان كيجوا من وراها كيسدو تاني الطريق من الخلف وكيبقوا عي رهومة وهاد الفارغونيطات اللي هيزل الفلوس يعني كانت عندهم معلومات دقيقة حول هاد السيارات اللي كانت إخوان غضا الفلوس لجميع المكاتب ديال البوستة ديال البروفينشا ديال ساساري والبروفينشا ديال نوارو بحكم أنه لأيام القادمة غابدوا يعتوي إخوان تقاعد وكذلك الخلصة الشهرية ديال الموظافين ولذلك خصفوا الصحيحة اللي سوصل المكاتب ديال البارد المهم هاد الناسي إخوان كيف ما قلت لكم لو قيت اللي غادي سرقوا غادي نزلوا من طرق إخوان وغادي نقزوا وغادي يلقوا السيارات اللي هي مسروقة كتنتظرهم ركبوا فيها وشاوي إخوان وصل حقوق الفلاحية وطرق فلاحية اللي كتكون أقل مراقبة يعني يوصي إخوان الأراضي الفلاحية والتاجه إلى وسط جزيرة سردينيا يعني هاد شي كامل إخوان رواقعي في واحد الجزيرة المهم اللي كين هو أنه هاد الناس الحدود تستعبق اللي مش دوهمش كين براجات اللي دارهم ببوليس في الطرقان كين كذلك منازل اللي تم تفتيش ديالها ناس اللي شاكن فيهم ناس اللي كانوا وضيجة شاكن فيهم يخوان مشوا عندهم مراقبوهم يعني كي حاولوا أن يموصلوا لهذا الناس اللي داروا هاد العملية ولي سرقوا وربعة المليون ديال الأورو بطبيط حالي إخوان تحقيق راه مازال مستمر وهذي صورة أخرى ديال واحد السيد اللي قدر أنه يشوفهم وقدر أنه يفيلميهم وقبل ما يوصل عندهم عيط رجال الشرطة بطبيط حالي الناس اللي تجرحوا في هذا الشي كامل عدنا خمسة ديال الجرحة واحد اللي الحالة دياله متوسطة مصعيباش لأنه ضربوه إخوان بواحد المكحلة يعني مش يتيروا فيه ولكن المكحلة سعملوها كعصة وضربوه بيها الرأسه بطبيط حالي حتى التدخل ديال رجال الشرطة لما تلحموش معاهم خلى أنه ما يكونوش وفايات ولا جروح لهي خاطرة حاجة اللي هي مهمة هو فيما يتعلق إخوان بالنقابات ديالة الناس اللي خدامن في هاد البرتافالوري يعني هاد الفارغونيطات اللي كينقلوا الأموال قل لك علش مكانش هاد السيستام هاد السيستام يا إخوان اسميته السبوما بلوك لوقيت اللي كتكون وحد السارقة لواحد الفارغونيط من هاد النوع كيتاكتيف وحد السيستام كتتطلق وحد الرغوة اللور وجميع الأشياء اللي هي يكينة في هاد الفارغونيط يعني ما كتقدرش تبقى تصليها يعني باش دخوله تصليها هيا الساحيل هذي أول حاجة تيقولك علش مكانش وثاني حاجة تيقولك علش مكانش السيارة اللي كتسبقهم يعني في حالة ما أنه لاحظوا بلا أنه كين قطع الطرق غادي يعلموهم والاخرين يتوقفوا ولذلك كانوا شي أمور لي ما تمشي الضبط ديالها من ناس اللي يخداموا في هاد الشركات نقبات كيش شاكي وهاد الناس حالين إخوان راه مازال ملقوهمش فهذا الفقر يا إخوان غادي نشوفوا حد الخبر اللي يلا تنشر هاد ساعات قليلة خبر اللي غادي تكون فيه استفادة إن شاء الله كبيرة وخبر اللي غا يخلق الجدل في إيطاليا لمدة أيام في المواقع وفي الراديو وفي التلفزيون لأنه ذاك الشي اللي حكمات به إخوان المحكمة ديالة الشغل ديال مدينة بيروتجا هو شي اللي هو مهم غا نتكلمو على أب اللي دخالي يخدمي إخوان في حد الشركة في سنة 2019 وسنة 2022 يعني شي عام وشهرين هادي كان خضاي إخوان واحد ثلث يام ديال كونجادو يعني إجازة أبوية علاش باش يتفرغ لالابنة دياله الأم ديالها كانت خدمة فرملية بغد ترجع لالخدمة ديالها هو باش يقابلها وباش يعاون الأم أنها ترجع لالخدمة غلس واحد ثلث يام باش يقابل بنته المهم الشركة إخوان الوقاية اللي غا يخذ من عندها هاد الكونجادو ديال ثلث يام في شهر 11 الوسط ديال شهر 12 غادي تصفتليه واحد الرسالة في هاي إخوان قرار تأديبي ومن بعد غايتم طرد دياله من العمل علاش لأنه كانوا صيف طوله إخوان واحد الانفستيغاتوري يعني محقق اللي بقى مقابله تبيل بلا أنه فعلا السيد كان كيدبنته اللازيلو كيحطها وكيرجع يجيبها في العشية وفهذيك الوقاية اللي هي مكتكونش معاه كيمشي للبار كيمشي تقدى كيبقى قلص في دارو وهات الشي اللي بطبيط حال بالنسبة للشركة ماشي كون جيدو بارينطالي يعني هو بحال يعين ستغل هاد القانون باش ميجيش يخدم رطبيط حالي إخوان هو الوقاية اللي غيتم اضطر دياله بالنسبة لي اضطرتها السوفي غيمشي إخوان المحكامة والمحكامة ديال الشغل غادي تعطيه الحق وغا تقول بلا أنه الكون جيدو بارينطالي راه ماشي لابد ما أنه خصك تقلص مع هذيك البنت ولا هذيك الولد 24 ساعة ل 24 ساعة اللي داخل في كون جيدو بارينطالي كذلك هو ترتيب البيت يعني الزوج يقدار يشقف دارو يغسل المماعين أو أنه مثلا بشي تقدر هذي كلها أشياء اللي داخل في الرعاية ديال البيت وللهدف منها الرئيسي تسهل على الزوجة باش أنها ترجع لخدمة ديالها يعني كي عونها وهذا هو الأهم وهذه هي القيراء اللي دار القاضي يا إخوان لهذا القانون بطبيط حال باش حكمات المحكامة حكمات على هات الشركة باش أنها تخلص ليت 12 شهر لوقفاتهم من الخدمة تتخلص لي ذاك شليم وليف كي ياخد والكونتريبوتي إلا كان هات السيد كي ياخد 1500 أورو أراك يتقام على الشركة بوحد 3000 أورو على الأقل أراك تقريبا غيتقام عليه إخوان ذاك الشي كيف ما سنقولو إحنا بالدريجة بغسل الفندق علاش لأنه غي يعطيوه 13 شهرية وهوايا عنده قرار ما بيني الدو حاليا يا أنه يرجع يخدم في هات الشركة يا أنه يطلب الخلصة ديال 15 شهر يعني غي يقول لهم أنا هات الشركة ما بقيناش متوافقين غي يقلبوا لي على شي مونتيف باش يخرجوني بطريقة اللي هي ما فيهش تعسف ولذلك باش باش نتفادل المشاكيل وانتفادل أنا نخدم في واحد المكان اللي هو يا سام وفيه ستريس وفيه المشاكيل أنا قررت أنا ما نخدمش يعطيوني 15 شهرية وغي ولي واخد 28 شهرية في الطوطان يعني صراحة غي تقام عليهم القضية طالعة وطالعة بزف في حين أنه نجو نشوف الاستفادة يا إخوان والشرح ديال القانون الكون جادو بارينطالي كيحصلوا عليه العائلات هنا في إيطاليا إلى غاية تسين ديال تناشر عام كيحصل الأب والأم بجوجهم إلا كانوا خدامين على الماسمو واحد العشرة ديال الأشهر اللي قدروا يقلسوا ما يخدموش في عشرة شهر مفرقة وكيبقوا يستفدوا يخونا هذا الكون جادو يعني مني كنتكلموا الحد ديال ستنين يعني الطفل اللي كان عنده قدر من 6 سنين كتأخذ واحد تعويض ديال 80% وإلا كان عنده كتر من 6 سنين إلى غاية 12 عام كتأخذ واحد تعويض ديال 30% القانون الحالي غير فعي إخوان القيمة لأنه هاد القيمة ديال 80% ما كانتش العامل يفاد داروها المدة شهر والحكومة هاد العام في القانون ديال الميزانية زادت شهر آخر إضافي ولذلك العائلات للأب أو الأم بإمكانهم أنهم يأخذوا واحد الإجازة باش يقلسوا مع الأبناء ديالهم يعطيهم واحد الرعاية يقابلوهم لأنهم مراد ويأخذوا إخوان واحد تعويض ديال 80% يعني الواحد إلا كان يأخذ 100 أورو في الجورناطا غير يعطيه 80 في عوض 100 في حين أنه سابقا تعويض را كان في حدوث 30 أورو إلا كنتيكت 400 يعني كان 30% ده بولا 80% يعني هذا العام هو الواحد اللي في شهرين ديال كونجادو للواحد يقدروا إلا سمو يأخذ 8% ديال الخلصة غير تقول يعني لماذا يدروا هاد القوانين لأنه إيطالي كما عرفنا هذه السنة الثالثة على التوالي الأطفال اللي كيتزادوا فيها قل من 400 ألف ولذلك يدروا قوانين باش يزعموا الناس ليهي خدام آباء وأمهات أنهم يخدموا وإعطاوهم هاد المساعدات باش يقدروا يوافقوا ما بين العمل وما بين الأسرة وكي يجي هاد الحكم القذائي اللي كي أكد هاد الشي الأب وخام يقلش مع أبناء ديالو وخيد ديهم اللازيلو ويبقى يتقدى أو أنه يدير شي حاجة من هاد النوع راه كيف ما كان الحال راه كي يساهم في الرعاية دي تلعائلة سنة 2022 على حسب ما كيكسب الكوريال ديال السيارة الناس اللي سافدوا من الكون جادوا راه مي إخوان 350 ألف شخص الأغلبية لهم نيسا 270 ألف في حين أنه 80 ألف كانوا رجال فهذا الفقر يا إخوان غادي نتكلموا على الإمارة ديال موناكو بحكم أنه في الأيام الماضية إلى عقل تكن نتكلمنا عن البطل الإيطالي ديال كورة التينيس اللي حقق يا إخوان البطولة الكبرى ديال أستراليا وكان يا إخوان في الأيام الماضية تلاقى مع جورج ميلوني في مدينة روما واليوم الخميس تلاقى مع رئيس الجمهورية الإيطالية سرجو ماتاريلا بحكم أنه الإنجاز اللي قام به والفوز ببطولة كبرى هذه سنوات كثيرة حوالي 50 سنة ماشي إيطالي محقق هذا الإنجاز وهذا الشاب اللي هو ما زال صغير ما زال المستقبل كامل أمامه في عمره 22 عام المهم لكنه كين واحد بوليميك حاليا حول هذا الشاب لأنه مقيم في إمارة مونكو هي هذه إخوان هذه فنتيميلي كيف ما تشوف معايا هذه الحدود ما بين إيطاليا وفرنسا ومدينة مونكو رهى قريبة من نيس وديرة بها فرنسا هي إخوان مدينة أو إمارة صغيرة يعني المساحة لجوش كولومتر مربع فطبي تحل عليش سكن فيها هنا عليش غنتكلم سكن فيها إخوان لأنه في الإمارة مونكو ما كانش نهائيا شي حاجة اسمية ضريبة على الدخل ضريبة على الدخل اللي هنا في إيطاليا كتديلينة ما بين 23 حتى 43% من الدخل مثلا واحد اللي يربح بزاف يقدر يخلص حوالي 43% للأرباح دياله للدولة يعني ما غنقولوش غيقسم معها ولكن تقريبا 43% للدولة وما زال عندك 25 26 ليمبس ولذلك نتكلموا يا إخوان على الضاربة مرتفعة في الطاليان هو علش مشل هنا لأنه كيتم الإعفاء ديالهم من الضاربة على الدخل اللي ربحت ديالك ما كيتدخلوش معاك فيه ولكن باش تكون عندك الإقامة هنا ما هي وما لونها خصك تشري دار أو أنك تكريب برطمة وباش تشري دار ديري إخوان 50 مليون ماشي برطمة ولكن المتر كاري يعني دار اللي فيها 100 مترو راح القيمة ديالها هي 5 مليار فيها 10 مترو يعني واحد المونولوكالي صغير فيه عرب بيت صغير راح اللي تحط فيه أقل حاجة 500 مليون إلا ما حطيتيش 500 مليون البنكة ما كتعطيش وحد الواتيقة اللي بيها كتتأخذ برميسو ديال الصجورنو ديال مدينة مونكو ولذلك كنتكلموا على أنه النس اللي كتفشل هنا راههم تقريبا كلهم أغنية بطبيعة الإيطالي اللي سكن في هذه المدينة الصغيرة واللي عندهم رزيدان سهناية الأغلبية ديالهم مشاهير أراهم 8000 شخص أصلا في مونكو كاملة سكن 33000 شخص 8000 منهم إيطاليين كلهم إخوان من أجل تهرب من الضريبة بطبيعة حال هاتشرة كله قانوني ولكن اللي كيندبح حالين هو أنه رجال الشرطة خصوصا الشرطة المالية كتحاول أنها تدير المراقبة لها الناس كتشوفهم فين عايشين بش يعني أقل 183 يوم يعني 6 شهر وشي حاجة ولذلك الناس اللي مثلا كيمشيوا المالدات الضريبية بحال موناكو بحال دوبي وبحال العديد من الدول في العالم رجال الشرطة حاليا كيدروا عليهم المراقبة في حين أنه الكلام اللي قالوا يا إخوان موريد سيوليو اللي هو نائب الوزير ديال الاقتصاد هذي يومين صراحة لأنه بعض السياسيين من الحكومة دياله تكون عندهم رضوذ أفعال مختلفة هو قال بلا أنه التهرب الضريبي رابح بحال الإرهاب كيفما كندروا مع الإرهاب وكنشوفوا الناس في مواقع التواصل الاجتماعي باش نشدوهم خاصنا نديروا نفس الشيء فيما يتعلق بالتهرب الضريبي بخلاصة العبارة شحمن واحد إخوان حصل دارشي جريمة وكنتلقى يعيش الحياة ديال الرافاهية لوطيلات سيارات الماطر الغاليين ومنك يجيو يحق معاه ويشوف ويلقاه بلا أنه كان ياخد دخل المواطنة ولذلك الفكرة ديال نائب الوزير هو أنه نتبع الإيطاليين في مواقع التواصل الاجتماعي ندير لهم مراقبة ونشوف بش حال كيدكلاريو واحد اللي كيدوز الحياة ديال في الرافاهية وفي اللوطيلات خمس النجوم ميمكنش أنه يكون عنده واحد الراديس ديال 15 ألف أو 20 ألف أورو ولذلك اللي لبس عليه وغدر له المراقبة مثلا هذي الفكرة اللي عند نائب الوزير غديجيو ويقولوا لي من أين لك هذا هو بطبيط حال خصي برهن منين كتجيه اللي معاف الحكومة اللي قلب لأنه ما خصناش لاحقوا المواطنين ونتبعوهم في الحياة الشخصية ديالهم وطبيط الحال قانون من هذي النوع خصص قبل بيه كذلك المؤسسة اللي كتحمل خصوصيات ديال الشعب الإيطالي اللي هي إخوان القارانتي ديال برايفاسي فهذا الفقرة يا إخوان غدي نطرقوا الأخبار ديال القيطاع ديال الغزة وأول حاجة غني بدو بيها هي الحصيلة ديال الضحايا البالاغ ديال وزارة الصحف القيطاع ديال هات الصباح كيتكلم على 27 ألف وت 19 شخص اللي قتلوا من الكيان الصهيوني في حين أنه العدد ديال الجرحة هي فوق العدد ديال هم 67 130 وطبيط إخوان كنتكلم ضبا حاليا على إسرائيل باش تكوني إخوان واحد لهدنة أو وقف إطلاق النار وعلى حسبي إخوان ما تيقول الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية ديال دولة قطر ماجد الأنصري قبل لأنه كين أجوبة إيجابية من الجانبين من حماس ومن إسرائيل بجوجهم تتافقوا مبدئيا على الاتفاق اللي خرج من المؤتمر والقمة ديالباريز واليوم في الصباح كان إسماعيل هانية القائد السياسي ديالحركة حماس وكانوا ممثلين ديال الجهاد الإسلامي في القطاع ديالغزة كانوا إخوان كلهم في العاصمة المصرية القاهرة باش يتكلموا ويتناقشوا لهدنة الاتفاق وعلى حساب ما قالت إخوان هدن المصادر القطرية بلا أنه إسرائيل قبلات مبدئيا بوقف إطلاق النار يعني كيقولوا بلا أنه قبلوا أنه ميحبسوا الحرب من بعد تبادم ديالأسرة أنا صراحة هذا الخبر قريته وما صدقتوش ولكن كنتمنى أنه يكون خبر لهواية صحيح بحكم أنه هات الشرعير مبدائي ما زال أمام التشاورات لي كبيرة وحتى الجانب القطاري كيقولك كنتمنى وأنه يوصلوا حد اتفاق نهائي من هنا الأسابيع القادمة يعني باش يتناقشو على هات الصفقة ديالتبادل الأسرة وفي نفس الوقت إخوان للصفقة راكت تكلم على ثلاثة ديال المراحل كيف مشرحنا سابقا المرحلة الأولى غايكون على كل آسر إسرائيلي اللي غاي تطلق غايكون نهار ديالهدنة يعني هما عندهم خمسة وثلاثين ما بين نيسا أطفال وشيوخ إلا تلقوا خمسة وثلاثين غاي تكون خمسة وثلاثين يوم ديال الهدنة في الحين أنه غادي تزاد وحد الصيمانة باش يتعود يتتافقه على تبادل الأسراء ديال الجنود والرجال وبطبيعة حال هناك ينكلم على أنه من بعد ديالهدنة غا توقف الحرب هات الشي يلمشت الأمور كما يرام نتمنى وخير يا إخوان والله يدير شي شو ديال الخير وبطبيعة حال الحاجة اللي هي مهمة هو أنه اليوم يا إخوان جات قرارات اللي هي مهمة من الرئيس الأمريكي بايدن قرارات اللي غادي تدير عقوبات على المسوطينين اللي كانوا في الدفة الغربية اللي كيسرقوا الأراضي للفلسطينيين وكيبزعوا لهم الراحيل أو كيقتلوهم أو كيتعدوا عليهم هذي الناس كامل اللي إسرائيل كترفض أنها تعاقبهم أو العقوبات اللي كتعطيهم كتكوني إخوان عقوبات ديال الطنز غادي تعطيهم أمريكا عقوبات من عندها يعني غادي تمنعهم من الفيزا ما تخلي يمشي بالمريكا مثلا وطب يتحل الإخوان في حد ذاته هو قرار سياسي وقرار اللي هو يا رمزي يعني ما كيهمش أنه واش عطوهم العقوبات وهذه العقوبات واش تتغير شي حاجه ولله ولكن كان اعتراف من أمريكا بلا أنه كان انتهاكات كيف ما قال عليها بايدن لا يمكن القبول ديالها يعني فاتت الحدود وهذه هي كلمة اللي يستعمل هو حرفيا لأنه كيتعدو على الفلسطينيين في الدفة الغربية رطب يتحل الوزراء الإسرائيليين تقولوا بلا أنه هذو عين اتهامات وإدعاءات اللي هي فيها معادات سامية يعني معادات ليهود وهو ما رطب يتحل فيما كتجيب لهم شي حقيقة لكتضرهم كي جبدوا إخوان تهم دي المعادات السامية يعني هاد تشارة شهر وبي في العالم كامل المهم حتى نطني هاي إخوان ما قبلش بهذه العقوبات وقال بلا أنه الناس اللي هما يمس سوطينين في الدفة الغربية أرهم كيحترموا القانون وما كيدروا شو الجرائم بطبيعة حال من جهة أخرى بايدا اليوم كذلك على حساب تقارير أمريكية وعلى حساب صحف أمريكية بين على النية دياله أنه يكون عنده واحد الاعتراف مبدائي بالدولة الفلسطينية باش من بعد إخوان يتم الإنشاء ديالها يعني إلا عتارفت بها أمريكان رصفي إخوان تقطع وحد الإنجاز كبير بطبيعة حال دولة فلسطينية اللي غدي تكون بدون أسلحة يعني ما فيهاش سلاح لف الضفة الغربية لف القيطة عديل غزة وكانين بزافي إخوان ديالت النقاط اللي خاصل إحترام ديالها باش شم تكوينها الدولة من بين الأشياء اللي غدي تكون كذلك هو التطبيع ما بين الرياض يعني العربية السعودية وكذلك إسرائيل حاجة أخرى اللي هي مهمة إخوان فيما يتعلق بلونوروا لونوروا كتكرر بلا أنه الفلوس اللي عندها راه غدي تكفيها إلى غاية نهايتها الشهر شهر جوج وبلا أنه 70% ديال الأموال اللي كانت كتتوصل بيها تم تجميد ديالها لأنه أغلبية الأعضاء وقفوا إخوان المساعدات المالية اللي بقي كيعطيع الفلوس دبا حاليا هو الاتحاد الأوروبي وكان دولي في الاتحاد الأوروبي اللي ما بقتش كتعطي بحال إيطاليا وألمانيا وفرنسا في حين أنه الاتحاد باقي كيعطيع إخوان في انتظار التحقيق وكذلك العربية السعودية وقطر ما زال كيعطيعوا إخوان الفلوس وكنضنبوا حد نسبة كبيرة إخوان غاي حيضوا هاد المنع هاد دول لأنه لا يعقل وإلا ما حيضوش را كنتمنى أنه إخوان الدول العربية قطر وكذلك العربية السعودية الفلوس باش كتسير لونوروا رمجاتهم فتش حاجة يعني لكن تكلموا إخوان لأموال اللي هي قليلة بالنسبة لدول اللي هي مصدرة للغاز والبيترول ترجمة نانسي قنقر